تبصير الأنام ببعض أحكام الصيام يتورعون منها لكنهم مخطؤون في هذا حتى وإن قال بقولهم بعض أهل العلمي لكن قولهم مرجوح غير صحيح منها إخواني السواكل الصائم مشروع السواكل الصائم مشروع سواء في أول النهار أو آخر النهار ولا يوجد دليل يدل على كراهة السواكي بالنسبة للصائم والعطر للصائم أيضا مباح وإنك الكثير من الناس يتورعون عن الطيب في رمضان يقولون أن فيه كراهة وهذا القول أيضا غير صحيح فالسواك جائز في نهاية رمضان والطيب جائز في نهاية رمضان والكحل جائز في نهاية رمضان وأيضا إخواني الإبرة لا تفتر والحقنة أيضا لا تفتر فهناك كثير من العلم يقولون بأن الحقنة تفتر وهذا القول غير صحيح ولا يوجد دليل يدل على أن ما دخل من الشرج مفتر حتى بعض المشايخ يقولون للناس مع كل أسف إذا استنجيت فلا تبارغ في الاستنجاء حتى لا تفتر ما هذا الكلام إخواني ما هذا الكلام هل يعقل أن هذا الأمر يفتر ونسيه النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال عليه الصلاة والسلام وبارغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ليس في الاستنجاء ليس في الاستنجاء فهذا القول مدلود أيها الإخوة الحقنة لا تفتر ولو دخل ما أثناء الاستنجاء فهذا أيضا لا يفتر هذا لا يفتر لأن من قال بأن هذا الأمر يفتر يجب عليه أن يأتي بالدليل والأصل البراءة الأصلية هذا هو الأصل تبقى هذه الأمور مباحة على البراءة الأصلية ولا نحكم بخلافها إلا بدليل صريح صحيح من السنة إخواني وصلنا بإذن الله عز وجل في هذه اللقاءات الخمسة أو الستة إلى آخر ما يحتاجه المسلم من كتاب الصوم أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نصوم كما يحب الله ويرضى طبعا أنا اختصرت حتى لا أطيل عليكم ومن عنده سؤال فليسأل أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما فيه رضا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر